لا تزال سماء تحمل في رحمها بعضا من الدفء حفر الماء لم تغمر بعد أطراف خيامهم هم خمسة ملايين سوري لاجئ وملايين من النازحين والمهجرين قصرا داخل البلاد نتيجة لقصف النظام السوري والروسي خسروا كل شيء ولم يبقى لهم سوى قماش يعلو رؤوسهم يتحضرون اليوم لفصل الشتاء وغدا قد تنهمر الثلوج كاسرة سمود خيمتهم سارقة ربما أرواح الأطفال الذين لم يتعلموا الصمود بعد وسط عالم خال من الضمير طبعا كل الإنسان يحاول رتب أموره قبل بداية الشتاء اللي عنده مثلا عازل خربان أو في ثقوب أو كذا بيروح بشري عازل بيرتب أموره مشان أولاده مجالي المي الصيف والردم طمرها هنا مخيم النواعير جزء من تجمع مخيمات لأجلكم باتت خلال سنوات ثلاث تضم عشرة آلاف سوري مدني اليوم كبداية كل شتاء بدأوا بجمع الحطب أو الفحم ولمن لديه القدرة بعضا من المحروقات مواد قد لا تتوافر بكثرة في مخيمات متروكة للقدر وعازل هش يغطي الخيمة إلى أن تطيح الرياح به وبين نيران التدفئة وقماش الخيمة قصص احتراق سرقت أرواحا عدة لا يملون الأمل بالنجاة في كل شتاء يأتيهم فمن أخطأته القذيفة يرى في الخيمة حياة إلى حين العودة لبيوت دمرها قصف الطائرات وأيضا لا يملون الأمل بأن يتوقفوا عن عد شتاءات باردة وقاسية وهم وحدهم في مهب الريح ويا خيمتهم